بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة في الجزء التاسع من شابتر اتنين بيلتون تربين واللي بيتكلم عن بيلتون تربين افشينسيز أو الكفاءات الخاصة بتربينة بيلتون طبعا احنا عارفين في دراستنا السابقة ان اي تغير بيحصل للمائع اثناء حركته نتيجة مروره بجزء معين او بماشين معينة بيحصل فقد فيه الطاقة ونتيجة لهذا الفقد هذا الجزء يكون له كفاءة فاحنا عايزين نعرف دلوقتي الطاقات او التغير في الطاقات اللي هيمر به المائع اثناء حركته في تربينة بيلتون نبدأ بالمائع وهو جاي من المسار بتاعه من ووتر فروم بيني ستوك هيكون المائع شايل في هذه الحالة نوع من انواع الطاقة يسمى البوتينشال انرجي او البريشر انرجي يمكن كتابتها في صورة هذا القانون رو في جي في اتش اللي هي نقدر نستبدلها بدلتا بي في الكيو طيب بعد كده يمر هذا المائع خلال النزل اللي بيقوم بتحويل هذه الطاقة الى طاقة حركية يمكن كتابتها بصورة هذا القانون اللي هي نص في م دوت اللي هي رو في كيو في سرعة المائع اللي خارجها في وان سكوير بعد خروج المائع من النزل بيكون يحمل كينيتك انرجي ولوه كمية من المائع اسمها كيو لكن مش كل هذه الكمية بتصطدم مع البوكيتس بيحصل طبعا فقد في الكتلة المائع او في الفوليوم فلوريت اللي بيمر خلال البوكيت لذلك احنا سمينا الكيو هنا كيو ثيوريتيكال نظرية لانها يظهر عندنا بعد كده الاكشوال فلوريت او القيمة الحقيقية للكيو اللي هي الريدي هتغبط فعليا في البوكيت ولذلك الكيينيتك باور هتكون نص رو في كيو الاكشوال الحقيقية مضروبة في في وان سكوير لما يصطدم المائع بالبوكيت بيبدأ يعطيه طاقة هيدروليكية على اثرها بيبدأ البوكيت يتحرك او العجلة بتبدأ تدور وهذه الطاقة اللي هي اثبتناها في المحاضرة السابقة بتساوي رو في كيو اكشوال في اليو في في وان سيو في واحد زائد كي كوزين بيتا اللي هي متعلقة بالبوكيت وتسمى الهيدروليك ديفيلوبد باور طبعا هذه الحركة او هذه الطاقة بتبدأ تحرك البوكيت وبالتالي تنتقل الحركة دي للشافت للعمود بس نتيجة احتكاك العمود في البييرنج ونقل الحركة بيزهر عندنا لوسز تاني او فقد اخر في الطاقة يسمى الميكانيكا لوسز وبناء عليه الطاقة المنتجة بتسمى الشافت باور او الطاقة النهائية طب دي كده الطاقات اللي احنا او اللي مر فيها المائع خلال مروره داخل التربينا علشان نقدر نرسم كفاءات اللي بتمر خلال التربينا نبدأ باول نوع عندنا من الكفاءات وهو الهيدروليك افشانسي اللي هي هتبقى بين المائع اثناء خروجه من النزل وبين البوكيت طبعا زي ما عرفنا قبل كده ان التعريف الكفاءة هي المستفاد على المدفوع او الاوتبوت على الامبوت فالهيدروليك افشانسي هنقدر نعرفها به الديفيلوبد باور الباور اللي اخدتها العجلة الهيدروليك ديفيلوبد باور على الباور اللي كانت داخلة العجلة اللي هي الامبوت كاينتيك باور فالديفيلوبد باور نقدر نكتبها بهذا القانون اللي هي رو في كيو في يو في في وان ناقس يو في واحد زائد كي كوزين بيتا تو على الكاينتيك امبوت باور اللي هي نصف رو في كيو في في وان سكوير وطبعا الكيو دي اللي هي الاكشوال في لوريت لو اختصرنا المعادلة الرو في كيو هنقدر نكتب الباور بهذا الشكل يبقى الهيدروليك افشانسي اتنين في يو في في وان ناقس يو في واحد زائد كي كوزين بيتا تو على في وان سكوير دي الديفيلوبد هيدروليك افشانسي لو احنا عايزين نحسب اقصى كفاءة لهذه العجلة طبعا زي ما جماعة بتوع الرياضة قالوا نقدر نفاضل المعادلة ونسويها بالصفر نحصل على المكسيمم بوينت او الاعلى نقطة في كيرف الكفاءة فلو احنا فضلنا المعادلة دي بالنسبة ليو وسويناها بالصفر هنقدر نحصل على اليو هتسوي في وان على اتنين جهة ازاي التفاضل ده بالنسبة للمعادلة دي اتنين مع الوان بلاس كي كوزين بيتا على في تو كل ده يعتبر ثابت لما انطلعوا برا التفاضل ونقسم عليه هيطير يبقى كأن المعادلة المطلوب تفاضلها اللي هي يو في في وان ناقس يو طبعا لما نيجي نفاضل معادلة بالشكل ده هنقول الاول في مشتقة الثاني زائد التاني في مشتقة الاول فهيبقى شكلها كالقاتي الاول اللي هو اليو في مشتقة الثاني في وان اشتقاقها بصفر سالب يو اشتقاقها بواحد بسالب واحد يبقى بسالب يو بلاس التاني اللي هو في وان ناقس يو في مشتقة الاول مشتقة اليو بواحد الكلام ده بيساوي صفر لو قدرت تجيب اليو في طرف والفي وان في طرف فهنحصل على المعادلة اللي بتقول اليو هتساوي في وان على اتنين طبعا في وان على اتنين دي كده قيمة اليو اللي تحصل عندها على الماكسيموم ايفيشنسي يعني افضل وضع او افضل سرعة يمكن العمل عندها ان تكون سرعة البوكت او سرعة الويل عبارة عن نص سرعة المية طب لو احنا خدنا القيمة دي وعوضنا في المعادلة الاصلية اللي هي خلينا شلنا اليو وحطينا في وان على اتنين فهنحصل في هذه الحالة على الماكسيموم ايفيشنسي وهتبقى واحد زائد كي كوزايم بيتا على اتنين ده كده القوانين او الاثبات اللي احنا نقدر نستخدمه لحساب الهايدروليك ايفيشنسي طيب هل في كفاءات تانية علشان نجمع الكفاءات الخاصة ببيلتون تربين هنبدأ نستخدم شكل بسيط جدا نبدأ فيه بيء الطاقة المتاحة عندنا زي ما اتفقنا ان الطاقة المتاحة هتكون بوتينشال انرجي اللي هي رو جي اتش في كيو ثيوريتيكل هذه الطاقة بتكون متاحة عند مدخل النزل فاول فقد هيقابلني اللي هو النزل لوسز يعني هيحصل فقد في النزل نتيجة احتكاك المائع او الماء اثناء مروره في النزل طب الطاقة المنتجة في هذه الحالة من النزل بتبقى الكينيتك انرجي اللي هي نص في رو في كيو ثيوريتيكل في في وان سكوير وزي ما اتفقنا ان مش كل الكمية بتاع المية بتخبط في البوكت ففي جزء مفقود يسمى الفوليومتريك لوسز بينتج من هذا اللوسز الكينيتك انرجي بس بالكيو اكشوال يعني نص في رو في كيو اكشوال في في وان سكوير دي هتبقى الامبوت للعجلة نفسها او الامبوت للبوكت طيب لما يمر الماء على البوكت هيحصل احتكاك على سطح البوكت يسمى الهايدروليك لوسز وبالتالي الطاقة المنتجة هتكون هي القانون اللي اثبتناه من شوية اللي هي رو في كيو اكشوال في يو في في وان ناس يو في واحد زائد كي كوزين بيتا ده كده الباور اللي اخدتها العجلة من المية اللي ماشي عليها لكن زي ما اتفقنا بتنقل العجلة دي بتنقل الطاقة للعمود اللي بيدور فبيحصل عندنا حاجة اسمها الميكانيكال لوسز الميكانيكال لوسز ده بيكون نتيجة الاحتكاك اللي على البيرنج او على الشافت بشكل عام ويبقى الاوتبوت بتاعنا اللي هو الباور شافت لو اسمنا الترمي ده على الترمي ده هنحصل على اول كفاءة عندنا اللي هي كفاءة النوزل وهتساوي في وان سكوير اوفر تو جي اتش لو اسمنا الترمي ده على الترمي ده هنحصل على الفوليومتريك لوسز اللي هي الكيو اكشوال على الكيو ثيوريتيكال ولو اسمنا الترمي ده على الترمي ده هنحصل على الهايدوروليك افشنسي اللي احنا سبق واسبتناها في بداية المحاضرة ثم لو اسمنا هذا الترمي على هذا الترمي هنحصل على الميكانيكال افشنسي ويبقى ديك الكفاءات الخاصة ببيلتون تربين لو اسمنا اخر حاجة على اول حاجة دخلة للترمي هنحصل على حاجة اسمها الوفرول افشنسي ودي ممكن نحسبها ايضا عن طريق حاصل ضرب كل الكفاءات يعني الوفرول افشنسي ممكن تساوي حاصل ضرب النوزل افشنسي في الفوليومتريك افشنسي في الهايدوروليك افشنسي في الميكانيكال افشنسي